موسيقى سؤال دكتور نواف الحقيقة نحن شايفين أنه بالفترة هاي كثرة عمليات تجميل عند النساء وخاصة تجميل الأنف بالرغم من العوز المادي الشديد ومنشوف أنه في بعض النساء وخاصة الموظفات ممكن ياخذوا قرض من شان هذا الموضوع برأيك هذا الشيء هو شيء إيجابي أو سلبي أو هو يعتبر تلوث بالنسبة للوضع اللي أم نعيش فيه لو سمحت الإيجابة على هذا السؤال هالسؤال بصراحة تعرضت له كنا بدورة باللاثقية مع ست مريم نور في عام 2004 وشرحت تماماً شو عم بصير نتيجة العمليات على الجسم المادي كجسد فيزيائي ظاهري شو اللي عم يتأذى بالمسارات الطاقية من خلال المغناطيس لما بكون في إيجابة تعرف هالية حوالي هذه الهالية عم نشوف نحن أبرادة الحديد كيف تتشكل الآن أي خلل بمسارات الطاقة عم يأدي بعد فترة لخلل بالجسم المادي وعليها إثباتات واقعية والعكس اللي بمنعني إن يحكي بالتفصيل هو انتشار ظاهرة التجميل بشكل كتير كبير وإذا حكيت بالتفصيل بكون عب يحكي بالحقائق المره ونحن تعودنا ما نحكي بالحقائق المره مش برنامج خوف فقط لأجل عدم زرع الخوف والقلق والهم بنفوس الناس بالجانب الثاني ما بحب أني أوضع نفسي بموضع ناصح أو واعظ السبب لما بينخفض الوعي الجمعي وبصير يهتم فقط بالشخصية الحسية الظاهرة المادية فبدنا نحترم هذا الانخفاض بالوعي احتراماً لهذا الانخفاض بالوعي فينا نقول إنه إلي شخصيته صارت هذا الجسد الميدي وجمال العيون والأنوف وتثليث الآذان مع تطويلها لفوق مع شقار الشعر اللي شخصيته هاي هي رح نحترم هذه الشخصية ونقول إنه اللي عم بيلاقي ثقته بنفسه زايدي بسبب العملية التجميلية الحمد لله على سلامته ومبروك عليه أما شو هالثقة المؤقتة شو هالثقة بشخصية الوهم أنت عم توثق بفقاعد ما على سطح محيط الحياة عم توثق إنه أنت هاي الشخصية الفيزيائية الظاهرة قلة المعرفة للعمق الوجداني للإنسان قلة المعرفة للأبعاد وطبقات الإنسان تعمل انخفاض بالوعي الجمعي ومنشوف اللي عم نشوفه مع الأخذ بين الاعتبار شي مهم معروف بالطب التجميلي إن هناك حالات طبعا لا تتعدى الخمسة أو عشرة بالمئة من الحالات اللي ينعملها عمليات تجميل حالية هذهك فيئلة ضرورة معروف في تشوه فيئلة ضرورة معينة مع ذلك له ما له وعليه ما عليه فكيف إذا صارت القضية لدرجة الهوس تتذكروا أنه في موديل أحيانا بنطال جنز لما بيكون بنطال مثلا كاحت بنطال ممزق من هون من هون مواقع مختلفة أو موديل القطع قبل كان مستنكر بشكل كثير كبير شو السبب لانتشار هالظاهرة بترجع وتصير عادي الآن مش نقد عماي نوع من البرمجة بتصير وكأن النفس اللي تعودت على تشغيل النصف الأيسر من الدماغ أي العالم الخارجي العالم الحسي شخصية الوهم هذه النفس لما بيكون في شخصية مشهورة بساحتها الحياتية ما هي عملتها إله يعبد الشخصية المشهورة كانت بالوسط الفني الرياضي السياسي هذه شخصية اللي شهرت على الأوساط العامة ونحن صورنا مثل القرية الصغيرة كل المعلومات عم توصل والشخصيات عم نشوفها فبالتالي مين اللي قرأ هاي الشخصية اللي قرأ الانسان اللي نشيط فيه القسم الأيسر من الدماغ لما القسم الأيسر من الدماغ هو النشيط أي العالم الحسي الخارجي طبيعي صار فيه برمجي هاي البرمجي والتشفير صارت خارج إرادة الإنسان لأنه إرادته ضعفت وصارت ضمن ملكات حسي فهذا الانخفاض بالوعي الجمعي وانزال مستوى الإنسان الراقي من تناغم نصفية الدماغ بالعقل الكلي العقل الشامل الشخصية الحقيقية عديدة المستويات بالإنسان لما نزلت بهذا الشكل وصار يقرأ المعلومات من شخصيات الحس الظاهر فاللي عم يعمل أهل الظاهر والمظاهر صارت مثابة برمجيات عم تدخل للنشأ من حيث لا يدري ليه لأنه هذا الجيل اللي طالع غير مزود بعلوم حقيقية ولا معارف واسعة روحانية عن الشخصية الحقيقة للإنسان فبالتالي هش يسهل برمجته بسهول فكونه بسهول باللوعة يتبرمج فقط نصيحة أنه اللي عنده هوس التجميل وخصوصا لما عم يكون مبحشته يأجل شوي لما بيأجل شوي سنة سنتين ثلاثي يأجل شوي يصبر فقط يصبر سنة يأجل هذا التأجيل لوحده رح يتفاجئ أنه في برنامج تشفيري كان بباطنه وأزيل عنه صحيح في ناس ما رح يمشي حال أما في كثار إذا صبر وأجل وفقط تأجيل مجرد ما توسعت دائرة الوعي بالإنسان سبحان الله يصير شخصيته ما يأخذ من الشخصية الظاهر الحسي الشخصية الظاهر الحسي شخصية الظاهر الحسي شخصية الظاهر الحسي شخصية تتمثل بتمثل من الوجود واحد من عشرة مليون من وجود الإنساني الحقيقي ليش أسوة بشوع الضو جسيمات الكتلي وفتونات الطاقة فالإنسان نفس الشي اللي حاليا عم بيقزم حاله الحال شو هو هو كل الطبقات اللي عم بيقزم هالشخصية العميقة فيه ويعمل هي الواحد بالمئة يصبر شوي لعلي يتوسع ورب العالمين يهدي طبعا مع الأسف اللي عم يتورطوا فيه أعراض جانبية كثير للعمليات الجراحية هاي بالمستوى الفيزيائي غير الحالي المادي هذا غير المضاعفات وغير نسبة الوعي لما بترجع تتوسع بين دم بينصاب الإنسان بين دم بهذا الوسط اللي الآن نحنا تقريبا مضى على تلك المحاضرة بحدوث 17 سنة كانت نادرة هاي العمليات كانت نادرة يعني ما بتلاقي آذان صاغي لهذه النصائح مع ذلك الموجي ماشي مثل طوفان نوح شو رح يصير فيه مضاعفات مستقبلا بتمنى أنه اللي أخذ شوية ثقة بنفسه نتيجته العملي التجميلي يزيد من معارفه لا يوسع شخصيته فوق مستوى الجسد ليقبل حاله لأن بعد فترة رح تتغير الأحوال ورح يتفاجأ بأنه العمليات حتى لو بعد 20-30 سنة فيه إلى ارتدادات طاقية بأماكن أخرى من الجسد والنفسي فاللي عم يحمل شخصية الوهم كبرنامج على حساب هالته الأثيرية وباطنه وكأنه باع روحه لأمور مادي فشو نكون استفادنا نحن من الجواب على السؤال لأنه شو السبب السبب دوما بباطننا يكمن السبب كل من أنفسنا كيف نحن عم نعرف حالنا مبروك لكل مين عم بيجمل حاله وكل أنواع السيليكون والميك أب والتشقير كل مبروك للي معرف حاله هو الجسد المادي لأنه اللي عرف حاله هو الجسد المادي فقط بعد فترة بعد فترة رح يزول الجسد مع كل تسليع الجمال هاي من جه والفترة مش طويلة عشرة عشرين سنة ماذا يعني والأكثر من هيك إذا بصير في دراسي وبنصح اللي عم يعملوا رسائل دكتوراه اعملوا رسائل ماجستيرو دكتوراه بإلي عم يعملوا عمليات تجميل حتما رح تستنجوا انه حملوا الشخصي المادي اللي جملوها على حساب ملكاتهم الطاقية ففقدوا السعادة الداخلية أصيبوا بذيق وكآب الكآبة تنتشر والنرجسية بانتشار أكبر والشيطنة ها هي موجودة ما عم اتهم كل مين بيعمل عملية تجميل بالشيطن أما عم بنصح أساس اللي تشيطنوا بالأصل وسلعوا الجمال وغذوا تنشيط شخصية الوهم هم أسياد الكذب والظلال فأضلوا الجيل وبالتالي وين راحت الطاقة لأبنائنا وبناتنا راحت بتغذية شخصية وهمية ما في أسد انك كنت على طبيعتك شو مكنت انت رضيان وقبلان ليش؟ لأنه انت في عندك شخصية داخلية سعيد فيها انت أكبر من هيك أما واحد عم بيدقق على الانحراف المص ميلي والربع ميلي على الأنف وما بعرف كيف هاي الطعج اللي هون وهاي الحاجب اللي لازم كيف وأشياء ما بعرف عنها كثير الله يعينه الله يكون بعونه اللي هيك مهووس بهذا الشكل لأنه فعلا يعني ملكاته الداخلية عب يغذيها عب يغذيها بشخصيات الوهم لأسياده عرضي مسلعات الجمال وبالتالي عب يعمل شخصية مثلي هون وطول يوم وقبل المرأة مبروك عليك النرجسي والعبادة الذاتية مبروك شو اللي يعني انت رح تكسبه آخر شي رح تكسبه خسرت سلام نفسك فقط ولك ماذا ينفع الانسان لو ربح العالم بأسره وصار ملك أو ملك الجمال هذا العالم الدنيء الثاني وفقد سلام نفسه شو بينفع الانسان في عنده شخصية حقيقية اسمه جسد الغبطة جسد السلام مركزيتنا نحن بشخصية حقيقية هي شو أنندة تشيت أنندة الطبقة المغبوطة أو السعيدة بالوعي هاي رح تفقدوها فصارت الناس مع الأسف مثل الأشباح أشباح بلا أرواح والروح الحقيقي في سعادة الوعي مع ذلك ياريت آخر شيعة بيطلعوا بالظاهر فيهم جمال الجمال هو هضمية داخلية حتى لو كان الأنف ما تعوج مثل حذاء الطمورة وعندك هضمية داخلية بصدق تام بتبين جميل وحلو شوف الكائنات الحي الأخرى كل كائن حي جميل بحد ذاته الآن منسجم مع برنامج فيه شو بكون مو معقول اللي صار كمان يعني هاي نصيحة للي بعد ما تورط أما اللي تورط يتصبر شوي وما عد محد عبيرضى بالعملية عبيرجع يعمل العملية ويكرروها كل فترة كل فترة شوي حسوبين أنتو على الإنسان حرام هيك صورة الإنسان هي الصورة الكونية الصورة الداخلية الصورة الروحية مش أنه أنت منخار ماعتبر حالك منخار خلص ما كسر لك الطبيب أنفك برياءك بهي العمليات ما بدي أحكي طاقيا ما بدي أحكي شو عبا سير وين النكاسات رح تصير أما لعل هذا الكلام يلاقي أذان صاغي وسلام للجميع شكرا